في إطار مجهودات الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى خدمة النظافة تأتي مصانع تدوير المخلفات البلدية بنتاق محافظة الدقاهلية حيث تم إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بالسندوب على مساحة 18 فداناً بطاقة استيعابية تبلغ 1200 يومياً ويعد من أكبر مصانع تدوير المخلفات في منطقة الشرق الأوسط في إطار مجهودات الدولة في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى خدمة النظافة تأتي مصانع تدوير المخلفات البلدية بنتاق محافظة الدقاهلية يقع أولى المصانع في المنزلة بطاقة استيعابية في اليوم 640 تنة والثاني في ميضغمر بطاقة استيعابية قدرت ب450 تنة أما المصنعان الآخران فيقعان في دي كيرنس والسنبلوين بطاقة استيعابية تبلغ 640 تنة لكليهما والسنبلوين بطاقة استيعابية قدرها 640 تنة كما أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الخمسة نحو 3570 تنة يومية بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه مصنع سندوب أحد خمس مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظة الدقائلية المصنع ده كان بديل لمقلب عشوائي كان موجود في محافظة الدقائلية تكون من سنة 1997 الدكتور أيمان المختار بن جارة تولية مسؤولية في محافظة الدقائلية قرر التنسيق مع كافة رجالات المختصة لتحويل الشكل الموجود بتاع المقلب لتسغلال المقلب عشوائي على 18 فدان إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر بالكامل أما مصنع المعالجة والتدوير بسندوب الذي تم إنشاؤها على مساحة 18 فدان بطاقة استعبية ألف مؤتي طن يومية فهو من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط محافظة الدقائلية فيها خمس مصانع نحن النهاردة موجودين في أكبر مصنع في محافظة الدقائلية المصنع ده مصمم لاستقبال 1200 طن في مامة منزلية يومية بنستقبل هذه الكميات وبندخلها على قطوط الإنتاج عشان نحصل على حاجتين أول حاجة بنعمل معالجة بيولوجية للمادة العضوية المفروضة من القمامة منزلية للحصول على أسمدة عضوية صالحة لاستخدام في الأراضي الصحراوية وأراضي الاستصلاح والمنتج ده مطابط لمواصفة كياسية المصرية صادرة من منزلة الصناعة الحاجة التانية بنعمل معالجة ميكانيكية لمرفضات القمامة المنزلية للحصول على وقود بديل صالح لاستخدام في مصانع كسيفة الطاقة اصنع سندوب للمخلفات حلم طال انتظاره العقود انشئ خصيصا لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات التاريخية وتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال وضع منظومة جديدة للمخلفات والتي كانت ضمن حلم 20-30 لمحافظات نظيفة وبيئة صحية آمنة في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي اذ دعمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وإشارات على تحفيز صيني الطلبة على النفط وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 57% لتصل إلى 81.96 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 79% إلى 76.75 دولار للبرميل وانخفضت كذلك أسعار المزوط عالميا بنسبة 33% لتصل إلى 2.75 دولار للتر بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.38% لتسجل دولارين بفصل 48 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت برصتاء الإمارات مقتفي أثر أسعار النفط التي هبطت نتيجة التوقعات بنخفاض حدة أزمة الشحن في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر